بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم سيكون ضرب الأعداد الصحيحة للصف الأول المتوسط الفصف الدراسي الأول نبدأ بحل تمارين فقرة تحقق من فهمك أوجد ناتج كل مما يأتي بالنسبة إلى ضرب عددين في حالة تشابه الإشارات إذا كان سالب ضرب سالب أو موجب ضرب موجب يكون الناتج موجب وإذا اختلفت الإشارات يكون الناتج سالب قاعدة الإشارات سالب ضرب سالب أو موجب ضرب موجب أو سالب ضرب موجب أو موجب ضرب سالب الحالة الأولى إذا كان سالب ضرب سالب الناتج يكون موجب في حالة تتشابه في الإشارات للعدد الأول والعدد الثاني موجب ضرب موجب أيضا يعطيني موجب سالب ضرب موجب سالب موجب ضرب سالب سالب هذه قاعدة الإشارات بالنسبة إلى كم؟ لعددين إذا كان ثلاثة عداد أو أكثر القاعدة تكون مختلفة إذا أتى مثال مكون من ثلاثة عداد إن شاء الله نتطرق إلى هذه النقطة نبدأ بالفقرة الأولى أوجد ناتج كل مما يأتي تسعة ضرب سالب اثنين أولا التسعة عدد موجب والاثنين عدد سالب مختلفين في الإشارة وهو الحالة الرابعة موجب ضرب سالب مختلفين في الإشارة يكون الناتج سالب تسعة ضرب اثنين يساوي 18 إذن الناتج سالب 18 فقربا سالب سبعة ضرب أربعة العدد الأول سالب الثاني موجب وهي الحالة الثالثة من الحالات إذا اختلفت الإشارات في العوامل يكون الناتج سالب أيضا سبعة ضرب أربعة يساوي ثمانية وعشرين هذا بالنسبة للمجموعة الأولى ننتقل الآن إلى المجموعة التالية تحقق من فهمك أوجد ناتج كل مما يأتي نبدأ بفقرة جيم سالب 12 ضرب سالب أربعة العدد الأول سالب والثاني سالب متشابهين في الإشارة العوامل يكون الناتج موجب 12 ضرب أربعة بإمكاني عن طريق الضرب العمودي أربعة ضرب اثنين ثمانية أربعة ضرب واحد أربعة إذن الناتج موجب ثمانية وأربعين اللي بعدها طبعا عندي سالب خمسة أس ثنين ماذا تعني القوة والأسس نضرب الأساس في نفسه مرتين إذن سالب خمسة أس ثنين تعني سالب خمسة ضرب سالب خمسة وبالتالي فإن العددان سالبان سالب ضرب سالب يعطيني موجب متشابهين في الإشارة خمسة ضرب خمسة يساوي خمسة وعشرين ننتقل الآن إلى فقرها إذا كان لدينا ثلاثة أعداد أو أربعة أعداد في الضرب أو خمسة أعداد هنا يختلف قاعدة التشابه أو عدم التشابه قاعدة التشابه إذا تشابها عددان وليس ثلاثة أعداد إذا كان عندي ثلاثة أعداد نحكم على الناتج بأنه موجب أو سالب من خلال عدد الإشارات السالبة شوف هنا الآن عدد الإشارات السالبة ثلاث إشارات سالبة إذا كان عدد الإشارات السالبة عدد فردي فالناتج يكون سالب وإذا كان عدد الإشارات السالبة زوجي يكون الناتج موجب للتوضيح إذا كان عندي أربعة أعداد كل هذه الأعداد الأربعة سالبة يعني أربع إشارات سالبة أربعة زوجي يكون الناتج موجب إذا كان عندي أربعة أعداد لكن فيهم ثلاثة أعداد سالبة فقط ثلاث إشارات سالبة فردي يعني بيكون الناتج بالسالب إذا كان عندي مجموعة من الأعداد كبيرة مجموعة من الأعداد مضروبة في بعض وكان عندي خمس إشارات سالبة الخمسة أعداد فردي فالناتج يكون سالب إذا كان عندي مثلا ثمانية أعداد وفي منهم ستة أعداد سالبة الناتج يكون بالموجب لأنه ست إشارات زوجية فبيكون الناتج موجب فهنا عندي كم إشارة ثلاث إشارات سالبة ثلاثة فردي فالناتج بيكون بالسالب إذن راح نقول له طبعا سالب سبعة ضرب سالب خمسة ضرب سالب ثلاثة طبعا بإمكاني بطريقة ثانية أيضا نضرب العدد الأول والثاني سالب ضرب سالب إذا كان عددين سالب في سالب موجب سبعة ضرب خمسة خمسة وثلاثين ضرب سالب ثلاثة موجب ضرب سالب مختلفين في الإشارة يكون الناتج ماذا سالب هذا يعني بالمجمل لأنه عندي ثلاث إشارات سالبة خمسة وثلاثين ضرب ثلاثة الناتج مئة وخمس هذا بالنسبة إلى المجموعة الثانية ننتقل الآن إلى المجموعة واو تحقق من فهمك نقود يخصم مصرف مبلغا قدره عشر ريالات شهريا من حساب علي لصالح جمعية الأيتام ما العدد الصحيح الذي يعبر عن الخصم في سنة واحدة أولا يعبر عن الخصم هو يخصم كم مبلغ قدره عشر ريالات الخصم نعبر عنه بسالب عشرة لمدة سنة كاملة السنة طبعا هو قال هذه عشرة ريالات شهريا يعني يستقطع في الشهر الواحد عشر ريالات شوف خصم عبرنا عنه بسالب لمدة كم سنة كاملة السنة فيها كم شهر اثناش اثناش طبعا بيكون بالموجب فإذا كان لدينا عددان أحدهما سالب والآخر موجب يكون الناتج سالب عشرة ضربة 12 يساوي مئة وعشرين ريال إذن يخصم أو يخصم المصرف مبلغ قدره مئة وعشرين ريال شوف يخصم يعني السالب تعبير الخصم هو بالسالب لصالح من جمعية الأيتام في السنة الكاملة هذا بالنسبة إلى فقرة واو ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة تحقق من فهمك احسب قيمة العبارة ألف با جيم إذا كانت الألف تساوي سالب سبعة والبا سالب أربعة والجيم تساوي إثنين طبعا ألف با جيم ماذا تعني ألف با جيم تعني ألف ضرب با ضرب جيم إذا كان لا يوجد إشارات بين المتغيرات ما فيه لا زائد ولا ناقص ولا قسمة ولا شيء ولا شيء ما فيه شيء مكتوب تعني هذه العبارة ألف ضرب با ضرب جيم طبعا أعطاني قيمة كل متغير الألف يساوي سالب سبعة ضرب البا سالب أربعة خليه في قص سالب أربعة الجيم الجيم لدينا يساوي اثنين ما يحتاج يكون في قص لدينا ثلاثة أعداد احنا قلنا طبعا كيف نعرف إذا كان فيه ثلاثة أعداد أو أربعة أو خمسة أعداد كيف نعرف أن الناتج موجب أو سالب طبعا يوجد إشارتين سالبة واحد اثنين الاثنين عدد زوجي وبالتالي الناتج يكون موجب أو سالب موجب إذا كان ثلاث إشارات سالبة يكون الناتج سالب إذا أربع إشارات سالبة يكون موجب إذا خمس إشارات سالبة في الأعداد يكون الناتج سالب وهكذا ستة وثمانية وما إلى ذلك فنقول له سالب ضرب سالب نضرب أولا سالب سبعة في سالب أربعة سالب في سالب موجب سبعة في أربعة ثمانية وعشرين ضرب اثنين الاثنين موجب والثمانية وعشرين موجب أنت راح تضرب ثمانية وعشرين ضرب اثنين يفضل للطالب يعني بدلا نحن ما نضرب يضرب ضرب عمودي مثل هذا على اساس يتأكد من جوابه 2 في 8 16 1 باليد 2 في 2 4 1 باليد كم 5 اذا بيكون الناتج 56 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته